في اتنين على اعتاب تحقيق انجاز تاريخي لم يسبق من قبل اولهم ساديو مانيه ساديو مانيه هو حاصل على دوري ابطال اوروبا اذا حقق بطولة امم افريقيا ينفرد في تاريخ هذه البطولة انه اللاعب الافريقي الوحيد الذي جمع بين بطولة دوري ابطال اوروبا وبين بطولة امم افريقيا هذا هو انجاز اذا حدث للسنغال سيحدث لساديو مانيه اما كسنغال هتبقى البطولة الاولى في تاريخ على الجانب الاخر رياض محرس اذا احرز الجزائر هذه البطولة رياض محرس يبقى على اعتاب ايضا انفراد تاريخي ان يحصل على بطولة الدوري الانجليزي وفي نفس الموسم يحصل على بطولة امم افريقيا ومن ثم يحقق لنفسه ايضا انجاز تاريخي غير مسبوك يعني مباراة الجمعة يا جماعة مليانة مليانة القاب ومليانة امنيات ومن ثم هتبقى مباراة انا اتصورها كده تاريخي تاريخي وبعدين هقول لكم بعد شوية بقى الطائرات اللي عمالة شغالة جاية من الجزائر وكذا وكذا واعتقد ايضا السنغال هناك جماهير كبيرة جدا ايضا ستؤذرها نهيك عن الجمهور المصري اللي موجود نهيك عن الجمهور المصري اللي موجود ومن ثم اتصور خليني بس اكمل كلامي في حتة دي وبعدين نتكلم عن السفير والكلام ده كله لانه السفير بتاعنا في الجزائر قطع اجازته وقاعد عشان يدي تأشيرات عشان يمنح تأشيرات لانه فيه اقبال غير طبيعي غير طبيعي على التأشيرات من جانب اصدقائنا الجزائرين عشان يجوا يؤذروا طبعا منتخب بلادهم ليعود كاس امم مفرخة بعد غياب 29 سنة وطبعا مرة تانية في تاريخهم بينما على الجانب الاخر زي ما قلنا السنغال بتسعى بقوة ان تحصل على اول بطولة في تاريخها 90 دقيقة بتفصلها عن هذا الانجاز التاريخي للبلد وللعيبة وللجهاز وللدنيا كلها طيب